قصة عبدالوهاب بدر الدين الذي تحول إلى جويل بدر المتصححة جنسيا بفتوى شرعية ولديها بقية رحم تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا يبدأ رأيكم كشفت المتصححة الجنسية جويل بدر إنها ولدت بهاوية جنسية مزدوجة واختروا أهلها أن تسمى عبدالوهاب بدر الدين وعشت تحت اسم عبدالوهاب أول 17 عام من حياتها تحت اسم رجل وإن قرار التب جاء لصالحها بأن تكون أنسة إذ أنها كانت دوما تشعر بذلك في داخلها خلال طفولتها وردا على ظهور اللحية لها في وقت ما قالت إن الأمر طبيعي كون هويتها جنسية غير واضحة وإنها إلى جانب اللحية تملك بقية رحم أيضا وعن عدم اختيارها أن تبقى رجلا تحت اسم عبدالوهاب كشفت إن في حال قررت هذا الأمر فهي بذلك تكون تحولت جنسيا أما ما فعلته هو تصحيح جنسي ليس أكثر جويل أجرت ثلاث عمليات من أجل التصحيح الجنسي وإن العملية الرئيسية كانت صعبة جدا وأجرتها في لبنان بعد فتوى دينية أكدت إنها يجب أن تكون أنسة وقالت إن قبل عملياتها كان من المحرم عليها أن تدخل المسجد وأن تسلم على رجال لإنها بلا هوية واضحة حتى وإن كانت تحت اسم عبدالوهاب جويل بتؤكد إنها ضد التحول الجنسي لإنه مدفن الحياة وقالت إذا أنا متصححة جنسيا ما بيرحموني كيف أكون رجال ومتحول حسين خطيب جويل واللي تحدث عن قصة حبهم وقال إنه عندما أعلن عن ارتباطه بجويل تعرض لعدد كبير من التنمر والتعليقات المؤذية وإن السوشيال ميديا تعاملوا معه كأنه نكرة واقترف زنبا كبيرا خطيب جويل أكد إن كانت متحولة لأن يرتبط بها وعند بداية قصتها قال لإنه يعمل كمصور وكان لدى جويل جلس التصوير بفستن الزفاف ليتصلوا به من أجلها وأضاف إنه أول من جذبه إليها خفت زلها واستطرد إن علاقتهما تتورت إلى صداقة ومن ثم إلى حب ليقارر الارتباط مؤخرا تجيب جويل المصححة جنسيا قال إن طريقة حب جويل له مميزة ولم يعشق في أي من علاقاته السابقة وأرضف إن جويل تستحق أن تكون كل شيء في حياته ولم يتميلك حينها نفسه وبدأ بالبكاء وكشف إن جويل تتعرض للظلم بشكل مستمر ومجيفا لن تؤذي أحد في حياتها فحل عنها جويل المتصححة جنسيا أكدت حبها لخطبها حسين وكشفت إنه سبب صبرها على الأزل تتعرض له وإنه استطاع أن يغير فيها الكثير وعن رأي عائلة حسين بارتباطه بجويل أكد الأول إن أسرته تمنح الحرية في العلاقات له ولجميع أشقائه فهل لا يمكن لجويل أن تنجب طفلا؟ أكد زوجها المستقبلي إنه راجع هذا الأمر للعجيز من الإطباء والإحتمالية الواردة إنه ضعيف جدا وهذه كل ستة المتحولة جنسيا والمتصححة بفتوى شرعية ولديها بقايا رحم جويل بدراء ترجمة نانسي قنقر